أهلا بحضراتكم. لسا كلمنا طبعا مستمر عن ذكرى العشرة لبيان 3 يوليو. هذا البيان اللي حرر مصر من أهل الشر. ذكرى هذا البيان اللي استردت في مصر قوتها ومكانتها وحريتها. عشر سنين على هذه الذكرى الغالية جدا على مصر كلها واللي بنحتفل بيها النهاردة. نهاردة في الحقيقة وحينا بنحتفل بهذه الذكرى نورنا في الستوديو. طبعا الكاتب الصحفي الكبير دكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن. ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيخ. أهلا بك يا فن المسعدة جدا بجدك معنا. في ذلك الوقت وحضرتك كنت أحد مسؤولي جريدة الوطن. استقبلت إزاي البيان؟ ووجد نظرك أنت كيف كانت مصر قبل البيان وبعده يعني طبعا مصر قبل البيان كانت متأهبة ومنتظرة وعندها أمل وعندها رصيد كبير من الرفض الإخواني من رفض الإخواني وأنا بالصدفة لسه مبارح أنت عارف الفيسبوك بيجيب الذكريات كده فكنت كاتب أن الساعات القادمة ستحدد إما أن تضيع مصر للأبد أم نحتفل بالذكرة هذه للأبد أيضا فإما أن تضيع مصر أو نحتفل بهذه الذكرة فالحمد لله أن ربنا كرمنا وبقينا نحتفل بهذه الذكرة لأن فعلا مصر كانت على يعني كان فيه برضو هذا السيناريو الناس كانت بتتراحوا أن احنا ممكن كنا نضيع ممكن كان يحصل يعني اقتتال ممكن يحصل حرب أهلية ممكن يحصل وخاصة إحنا مع تنظيم مش تنظيم سياسي ولا هو تنظيم ديني من وجهة نظري هو تنظيم يستخدم السياسة والدين لكنه تنظيم إرهابي بجدارة وإحنا شفنا اللي عملوه بعد الثلاثة سبعة فكان يوميها منتظرين البيان والناس كلها مش عارفة محدش كان متخيل لأن حتى بعد كده تقلنا أن حصلت مناقشات في الاجتماع بتاعتها سبعة هل يجرى انتخابات مبكرة أم يمشي مرسي نهائيا ده كان محل جدل والشباب كانوا متمسكين أنه لازم يمشي نهائيا الشباب تبرر فما حدش يقدر يقول أنه كان عنده علم بشيء وحتى الرئيس في مرة من مرة تتكلم أن البيان لم يتطرك إلى الإخوان لم يأخذ بينهم موقع بل بالعكس اللي أنا عارفه أنه الإخوان دعيوا بعد كده ودعيوا في هذا الاجتماع ودعيوا في اجتماعات أخرى للحضور وللمشاركة والحضور لكن هم أبوا لأنه كانوا مرتبطين بأجنتة خارجية كان هم في وقت ملاقات من وجهة نظري الإخوان أدركوا أنه رهانهم على الشعب خاسر فكان رهانهم على الخارج أنه يحاولوا يبينوا أنه فيه كلاب أو غير ذلك وبدليل أنه لما حصلت أحداث الحرس الجمهوري حاجة غريبة جدا أنت في مصر تحصل أحداث فيطلع الناس من نقابة الأطباء يطلعوا يعملوا مؤتمر بالإنجليزي عشان يشرحوا إيه اللي حصل طب أنت بتخاطب مين بالإنجليزي بره أنت بتخاطب بره وأنا قلت رايب أنه كان فيه تقرير طلعته للحكومة البريطانية سنة 2015 من ضمن ضد الإخوان وكان مفودي يكملوا عليه ما عرفش يكملوش عليه ليه فمن ضمن الحاجات المآخذ اللي وقدين على الإخوان أنه خطابهم بالإنجليزي باللغة الإنجليزية خطابهم باللغة العربية يعني أسام الحديث كان يكتب حاجات باللغة الإنجليزية بيانات غير خطابتهم يعني خطابتهم باللغة العربية تهديد ووعيد وخطابهم باللغة الإنجليزية ناس بطبع ديمقراطية ورؤاء يعني ومظلومين ومظلومين وغير ذلك طيب لكنها كانت فترة بكل تأكيد صعبة وزي ما حتك ذكرت شعرات بيستخدموا هذه الشعرات يعني حطوط لي بعض الناس تنخدع فيه إزاي نخدع بعض فئات الشعب المصري وراء هذه الشعرات المزيفة ودلوقتي حالة الوعي الموجودة في الشارع المصري بص الإخوان تنظيم صعب يعني تنظيم هم أولا خلونا نعترف هو بيقدر ينجح كان بيقدر ينجح في الانتخابات وأنا كاتب ده قبل يناير يعني قبل يناير بكتير وأزعم أني كتبت حتى على السلم الإيراني أنك هتطلع السلم بالديمقراطية وبعد ده قبل يناير قبل يناير بكتير بعد ما تطلع السلم هتروح رمي السلم وطبع لك احنا وصلنا بالديمقراطية بس ما فيش دمقراطية بعد كده وده اللي حصل فالإخوان كان عندهم كدرة رهيبة على التغلغل داخل وجدان الشعب المصري زي ما حدك قلت بالدين طول الوقت يقدم نفسه أنه الراجل المتدير إنت لو حركت تفكر أني مثلا كل المظاهرات اللي طلعت وقضى الإخوان في مصر في الفترة ممكن من تمانينات لحد ممكن 2011 كانوا بيحراءوا العالم الأمريكي والعالم الإسرائيلي في كل مظاهرة أول ما وصل رئيسهم للحكم كان بيكتب عزيزي بريز وبتعاملوا مع الأمريكان وكان مرسي يطلع أقول لك أنا كنت بتفرك على صباح الخير أو صباح الخير جاد بونج أمريكا يعني برنامج اللي زي يكون مطابق في أمريكا وحساسك يعني أنه هو طلع لا أنه يعني كان الراجل الثقافة الأمريكية بنسبالهم يعني ناس فكان حاجة غريبة جدا هما بيستخدموا الدين هما الإخوان عندهم كذا حاجة حتى دايما أنا كنت راهن في الانتخابات البرلمانية 2015 و2020 هما مش أنجحوا لكذا سبب السبب الأول كان بعض الناس خايفة أنهم يبقوا لهم تواجه السبب الأول أن الإخوان كانوا بيستخدموا الدين الإسلام شعار الإسلام هو الحل فإذا ما وصلوا للسلطة إحنا مرسي قاعد سنة ما بناش جامع بالمناسبة أنا عشان ناس بس ما حدش يتكلم ما شفناش مثلا وده برضو مكوال أنا كنت كتبق الرئيس غير الزاهد شفناش الراجل الزاهد في حاجة أو بتاع بالعكس شفنا نماذج لما كانوا بيروحوا ويسافروا بره أوروبا يقولوا كان عندهم معودة نقص برده فين الفندو اللي كان بينزل فيه الرئيس من بره يقولوا مثلا طب إحنا ننزل فيه طب غال لا إحنا كده فأول حاجة الدين فإذا ما وصلوا للسلطة الناس يكتشفون غير بقى موضوع الكذب غير موضوع القتل يعني عملوا كل حاجة ضد الدين السنة دي كانت كشفة بالنسبة وصيل مظلوم على مدى أكتر من ثمانين سنة هو مضطهد وغير ذلك ويبتاع لما وصلوا للحكم الافتراء كما يجب أن يكون يعني النموذج الافتراء كما يجب ده النموذج التاني ولمصيرين بطبعهم يعني بيتعاطفوا المظلومين يعني وهم عرفوا يسوقوا هذا ويتجروا به على مدى سنين بشكل كبير يعني الأمر التالت من وجهة نظري إن الإخوان كان عندهم قدر من الجماعيات والخدمات اللي بقدروا يقدموها للناس اللي الدولة غابت فيها فيقدم بقى مستوصف يقدم دروس يقدم سكر ورز وزيت فده برضو اتمنع بعد كده الأمر الأولاني خلينا أقول في الدين لازم برضو دايما أنا أحب حيي الدكتور المختار جمع وزير رواقاف لأنه لو ما سيطرش على المساجد والزوايا خلي بالك احنا كان عندنا اختاب في كل الصحف ضد الإخوان لكن هما يجوا في الزوايا يوم الجمعة والمساجد في الخطبة يستخدمها في السياسة يقسلوا كل لتألف التلفزيونات فلما تمت السيطرة وإن المساجد أصبحت للدين فقط وليس لتنظيم سياسي أو غير ذلك بجهد وزارة الأوئف فهما فقدوا الكثير زي أنا بقولك الأمر اللي بعد كده كان عندهم إلى حد ما تنظيم قوي تنظيم سياسي تنظيمي قوي عندهم كوادر في كل حتة بتتغطيهم رغم أن عددهم قليل أنا مختلف مع الناس اللي بتتكلم على شعبات الإخوان إخوان يا جماعة في النهاية لما نزل مرسي في الانتخابات 2012 في الانتخابات الأولى أخذت 5 مليون صوت ده أقصى قوة للإخوان يعني أقصى قوة وكان منهم كمان ناس مش من الإخوان لكن آه متعطفين متعطفين وناس يعني فده كان أقصى لكن هما في يعني في في وقت قدروا أنهم يتحكوا على الطيار المدني قدروا يستخدموا الطيار المدني والنغبة اللي أليس كنت بمقال عن الجماعة الخائنة والنغبة الخائبة النغبة اللي عادت تصدر الإخوان أنه هو فصيل سياسي وأنه هما كويسين وأنه هما هنديهم فرصة وأنهما في الدول الثانية ما فيش ما فيش وطن ما فيش دولة الإخوان فيها وعمرت شوف نموذج حركة تونس شوف نموذج لبيا شوف نموذج سوريا فيش دولة الإخوان فيها والدولة عمرت دايما هما شوكة في ظهر الوطن لأنهما عندهم أجنتة مختلفة تماما فكل ده حصل الناس استوعبت في سنة الحمد لله يعني من كرم ربنا علينا الناس في سنة شافت كل الفيلم اللي الناس عملا تعملوا بقالها عشرات السنين شافيته في سنة مختلف تماما فعشان كده الشعب المصر قرر بإرادة وشوفنا الموجة يعني الكبيرة اللي حصلت من الناس من كده أكبر نزول من كده في تاريخ مصر الملايين يعني إحنا بنتكلم كمان عن يمكن بعد ما السنة دي يعني كانت فعلا كشفها بتدت تظهر حركة زي تمرد عريضة بيمضي عليها أنا ساعتها كنت لسه في الجامعة وأنا فاكرة كنت أاخد الحاجات ووديها لأهلي ونقعد كلنا نقول بعض عليها لكن هي ظهرت الشرارة بتاعتها الأولى من عندكم من جريدة الوطن احكي لنا عن اهتمامكم بتوصيل هذه الحركة لجموع الشعب المصري بس احنا في الوطن كان لنا حظ أو لنا نصيب ان احنا نطلع قبل في أثناء الانتخابات الرئاسية احنا طلعنا 29 ابريل 2012 وكان في زخم سياسي كبير وطبعا عشان الاخوان عارفين عارفين هيئة التحرير وعارفين الكتاب اللي فيها فكانوا واخدين مننا موقف قبل ما نطلع وطبعا لما طلعنا الموقف زاد لان كان موقفنا واضح يعني ازعم ان احنا كان خطنا ضد الاخوان واضح بشكل صريح من اول يوم وهم ادركوا ده وعملوا علينا حملات تشويه رهيبة يعني حرقوا مقر الوطن مرتين اتحطينا على قوام الاختيال يعني عملوا حاجات كتير جدا وحملات تشويه كان عندهم سوشال ميديا ومعاوك عبو جرايد يشتموا فينا يعني لا وكانوا مترصدين لحضراتك بالمرصد يعني فاكرا انه كانوا بيشوفوك فين على قناة اي وطلعوا يحاولوا يكذبوا اللي انت بتقول اه يعني طبعا هم كان أنا بيني وبينهم يعني تاريخ زي ما بقولك أنا قبل يناير وانا كتب عليهم انه هو فصيل ظلامي يعني يعني فصيل مش فصيل زي سياسي لانا شفتهم في مجل الشعب أنا كنت محرر برلمان شفتهم في مجل الشعب بيديروا الدنيا ازاي كان عندهم وكلام ده أنا كتبته كان عندهم صفقات مع رجال اعمال كان عندهم صفقات مع نظام طول الوقت كان عندهم حسابات ما عندهمش حاجة اسمها يعني زي ما الناس بتخيلة وكانوا يروحوا يعني الناس كان بتنتخبهم عشان هما ناس طيبين بيروحوا المسجد لكن ما بيجوا الانتخابات بيمارسوا كل أبشع أنواع السياسة من أول الابتزاز والخبط وصفقات كل حاجة كانوا بيعملوهم طبعا نوعية البلتاجي الهدد المصريين كلهم كلهم هو فصيل منغلق ما عندهش من جوة يعني حتى أنا فاكر عملوا مرة انتخابات فمحدش شاف فينا حاجة هما كان عندهم حاجة في الانتخابات يقول لك أن الطالب الولاية لا يولى فالكل مرشح والكل منتخب يعني فيش حد يرشح نفسه هم هما يعني طب ازاي يا جماعة ما فيش وبعدين في النهاية اللي هما بيتفقين عليه هو اللي بيجي لهم بالتوجيه هو اللي بيعمل لكن هما عايزين يبينوا للناس أن هما ديمقراطيين طب ازاي ديمقراطيين وكل مرشح والكل منتخب فالمهم إحنا في الوطن من أول ما طلع التمرد كان معنا الدكتور وحمود خليل كان مستشار الوطن وكان من أول الناس اللي لفت نظرنا لكسة التمرد يا جماعة كسة دي هتبقى كسة كبيرة ولازم وكان طبعا موجود الأستاذ ماجد جلد رئيس التحرير والزملة مديرين التحرير وكان في موقف واضح لتمرد ومن أكثر الصحف اللي اتنشرت عن التمرد وكان معنا زمينا أحمد غنيم كان هو اللي بيتابع تمرد فدايما أحمد ده حتى أحيانا كنا نجيب استمرات ونديها له يعني يعني نمضي استمرات من قرائبنا ونجيبها له ويعمل فأنا حتى ليا وقع قبل الثورة بسبوع كنت في بورس عيد زورت بورس عيد كنت أنا وأسرتي يعني رحنا كم يوم كده بورس عيد قبل قوله للثورة ممكن بعشرة يام فاتبساطنا قول لأن أنا دايما أقول بورس عيد دي ترمومتر الوطنية يعني يقدر يتأخذ منها المؤشر دايما هم في المقدمة ناس وكان ليهم دور كبير في الثورة احنا فاكرين أيام ما رفضوا الاعتصام ورفضوا حاجات كتير المهم فأول ما دخلنا بورس عيد أول حاجة لقيت تاكس معلقة صورة مورسي وعليها إرحل وإكسوا بتاك فامبساطنا جدا يعني ساعتها كان الواحد برضو بكلم ناس في المحافظات بنستقرأ قدي إيه هينزله قدي إيه هيجو كاهرة وقدي إيه يعني آه في حالة رفض بس إزاي الأمور هتتنظر فالمهم كلمني ساعتها أو أنا كلمت البدر فرغالة اللي يرحمه وروحت عادت معا لعنده مكهى كده اسمه مكهى سمرة هناك فالمهم وكان معنا رسوس حمدز منها من المصر اليوم فروحنا المهم رحنا عادت معا فقعد يحكي لي قال لي بص الناس هنا بتتزين كأنه عيد الولاد بيجيبوا اللبس وبتاعه وإحنا يعني طلعين وبعدين قال أنا عايز منك طلب قال لي عايزك توصل استمارات تمرد أنا معي مش عاف كم ألف استمارات تمرد عايزك توصلهم لكاهرة قلتوهم عايشي قوي قوي قال لي قال لي ما تديهم لمين قال لي الاستسادة عبقال قال لي طب قايزة استسادة عبقال صديقة أودهم فالمهم خدتهم حتى ساعتها العربية ما كانش فيها بنزين إحنا عدو بكنا يعني رحنا بالعربية وحطناها متحركناش بيها عشان محافظين على الشوية دول نرجع بيها فالأسرة يقول لي طب إيحنا دلوقتي معناش بنزين ومعنا استمارات تمرد ومعنا ورجعنا سلمناهم المهم إن إحنا في الوطن كان لنا موقف من تمرد وكان لنا موقف معهم يعني وكنا ما يدين ليهم لحد ما ربنا يعني باعتبرها يعني طبطبة من ربنا علينا أو هدايا من ربنا لينا إن إحنا يكلمني النائب الجميل الأخ العزيز محمد العزيز أنا كنت برضو واتبعوا على الفيس وعد أبعت له المسنجر طب مني عليك وبتعلي إن أم بصراحة كانوا يتلعوا يتزلوا وحفظاته بيروح حيثة يعني كتيرة جدا ويتحركوا حركة كبيرة فالمهم قال لي كلمني يوم 2-7 قال لي إحنا مش لقيهم مكان نعمل فيه مؤتمر صحفي عايزين نعمل مؤتمر صحفي بكرة عشان نحفز الناس إن أم يستمروا في الميدين ما حدش يرجع وعايزك تدخل تشوف نعمل لنا في النقاط صحفيين أو نعملوا فينه قلت ما تيجوا تعملوا في الوطن قال لي لا قال لي يا ريت بس تفرد الإخوان هجموكو ما إحنا خلاص بقى إنا كنا يعني مسجلين من هجوم إخوان حرق المقر فقالت نعملوا في الشارع ومعاك فجلنا محمود بدر ومحمد أبعزيز وحسن شهين جنة وعملنا المؤتمر ومن برضو من فضل ربنا وكرم ربنا علينا إنهم جالهم تليفون الحضور للقيادة المشتركة وهم معنا إنهم عادين معنا جالهم تليفون وواحد صاحبهم يكلمهم وقال لهم القيادة المشتركة أو وزارة الفعب يكلموكو مش عافين يوصلوكو لأنهم مش سجدين أركام وده برضو ينفي كل الكلام اللي تقال حوالين إن كان في علاقة أو بتاعي أو في دعم أو كده آه فصاحبهم كلمهم قال لهم يعني هيكلموكو وردوا عليهم خدوا الرقم ده يكلموهم فكلموهم وبعدين يعني ما يردوا ما كانوش عارفين فينك كده ومشترك فعادنا وصفنا لهم وراحوا ووصلوا عادنا بقى احنا مسانين احنا عادنا الاخوان بقى يشتمونا احنا بطلعنا بالمؤتمر خلاص بقى وكل الوكالات خدته وكل اللايفات وكلام كده مسلا كان ممكن حقال 12 واحدة في الحدود دي وبعدين عادنا بقى نتشتم مسلا من واحدة ممكن مش فاكر البيان تلع تسعة تقريبا بالليل عادنا نتشتم مسلا لحد الساقة ستة لما الناس خلاص كلها قارب عادنا يعني كل التركيز على الوطن لحد ما طلع البيان بقى فراحوا لكن الحمد لله ونسي ان احنا خالص لم يتأخون لم يتأخون الوطن لا لحنا كان عندنا عدد من الحاجات اللطيفة عندنا عندما يتأخون الوطن يعني كنا الوطن اذا تأخون الوطن اذا تأخون كان نوع من السخرية فكنا مركبين دقون ومطلعين ناسخرة طب احنا لو احنا بقينا يا اخوان هنكتب ايه وانا فاكر برضو كان في برنامج لطيف للفنان الكبير هاني رمزي اه اه اطلاع اطلاعين كان بيعمله على على القناة عربية فالمهم كان البرنامج كان مصادفني فكان مفهود انت بتاخد له حاجة معك فاخدت له شخليلة فقال لي دي ايه قلت قديلي الاخوان عايزيننا نوعد نعملها نوعد نتطول النهار نسقف لهم ونعملهم شخليلة وبتاع فكان مواقف طبعا الواحد دلوقتي بيحكيها بقارحية لكن كانت مواقف صعبة يعني تخيل انت اه وكانوا في ربعة ربعة دائما الشتيمة للوطن لما حتى يعني نجحة الصورة الحمد لله بكرم ربنا الاخوان كانوا دايما بيعدوا من مقار الوطن يوقفوا تحت يوم الجمعة بعد الصلاة يشتموا فينا ويكتبوا تحت حاجات يشتمونا وكنا منشوف دار بنار كنا منشوف لا مواقف يعني احنا عشنا ايام صعبة مع هذا الفصيل الارهابي الخائن يعني طيب مع كل هذه المواقف الصعبة اللي مارتوا بيها تحديدا في الوطن رد فعلوكوا بقى بعد البيان طيب احساسكوا بعد البيان موس يعني فرحة كبيرة يعني خلني بالك انا برضو فاكر في الوقت ده الواحد كانت مثلا جرنال وانزل اروح مثلا يستضفوني في برنامج وارجع تاني وبعدين فرحة كبيرة وتركب وبرضو يعني خوف على المستقبل لان ده فصيل يا جماعة اللي حصل في ثورة الثلاثة يوليو او في ثورة الثلاثين يوليو ده مستهل الناس اللي مختنع ان ده سهل ده مستهل انت 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 ساعتها امريكا ما كانتش كانت يعني كانت ميدة الاخوان كان المجتمع الدولي انا فاكر ان احنا يعني انا شخصيا سفرت بعد ثلاثة يوليو كذا يا دولة اوروبية وبتاعها كان لا لا كان فيه رفض كبير وكل الناس اللي الناس اللي بتكلم على الاعلام كل الناس اللي كانت مسافرة برا انا اعرف حد يعني شخصية مصرية عظيمة يقول لي انا كنت بتابع الاعلام الدولي اسمح حاجات اكلم اهلي اسمح حاجات تانية خالص بقيت يعني اهلي اكلمهم انتو فين احنا في المدين فيه ملايين اسمع الاعلام الدولي بيحكي في قصة تانية خالص فحصلت عملية تضليل وحصلت عملية انت يعني تلاتين يونيا ارادة مصرية خالصة مش عايز اقول ضد الاخوان ضد الاخوان وضد كثير من دول العالم اللي الاخوان حاولوا يسوقوا لهم ان ده ينقل ابعث كري مش ارادة شعبية والاخوان كانوا الى حد ما نفزين في مصادر في الصحب بشكل او باخر وبيعرفوا يضغطوا يبعثوا ملايات ويبعثوا يعني عندهم طرقهم في ذلك احنا يمكن عايزين نتكلم اكتر عن كذب الاخوان صرفوا فلوس كتير جدا عشان يوروا العالم كله انه فيه مظاهرات مضادة والحقيقة مكانش فيه ده موجود تماما وبرغم ده كان فيه وعي كبير اوي لدى الشعب المصري فعايزين نعرف اسباب ده ايه والوعي ده كان عند المصريين ليه لكن هنرحل فاصل وبعدها نرجع نكمل مع حضرتك دكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ خليكم معنا مشاهدينا نرجع بها الفاصل لسه بنحتفل مع حضرتكو بالذكرى العشرة لبيان 3 يوليو مع دكتور محمود مسلم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ دكتور اهلا بك مرة تانية اهلا بك اهلا بك اهلا بك كنا قبل الفاصل بحضرتك بتتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تغطية الاعلام الاجنبي لثورة 30 يوليو ازاي ادر الاعلام المصري في هذا التوقيت انه يوضح حقيقة الامر سواء في الداخل او في الخارج ويتصدى لكل هذه المحاولات بس يعني خلينا نقول برضو نحط الامور في حجمها الطبيعي لان انا مش مع بعض الناس اللي بيقولك ان الاعلام المصري اهم بالثورة انا المصري ما اهمش بالثورة الاعلام المصري يحسب له وسيكتب له التاريخ انه هو قدر يعبر بشجاع عن غضب المصريين في الفترة دي يعني مع انه كم الارهاب وكم التهديدات وكم الوعيد وكم اللي يتحمله الاعلام في الفترة دي او الاعلاميين او الصحفين كان كم كبير يعني لا تتخيل انت طول الوقت مطارد طول الوقت بتشتم طول الوقت بتتهان طول الوقت خايف طول الوقت قصروا مدينة الانتاج الاعلامي والتلفزيون وكانوا مجرمين ما هم يعني في النهاية ما قتلوا الحسين يا ابو ضيف الله يرحمه الله يرحمه وما كانش عندهم وازع دي من الحاجات برضو اللي احنا بنفخر بها في الوطن احنا زميلنا في الوطن سجلوا لحظات الاتحادية والفيديوهات بتاعتهم اتخذت في المحاكمة وبعد كده كل الافلام اللي حصلت على 30 يونيو الفيديوهات دي كانت مصدر احنا جدنا امينة والسفير يحية وكل الناس اللي كانوا بيعذبوهم دول بيعذبوهم بيعذبوهم تعذيب يعني صعب يعني حاجة بعيدة عن الاسلام وبعيدة عن الانسانية حتى فالاعلام قام بدور في ان هو يعبر بي شجاعة عن مطالب المصريين يعني يعني لو الاعلام تغافل ربنا يعلم يعني حتى انا فاكر ساعتها لما كنا كانوا يطلع يقولك الاعلام عامل حملة على الاخوان او كده او بتاه فجماعة تبقولهم طب احنا مسلا كنا بنتلع نقولك الكهربة مطوعة لو كهربة موجودة الناس هتصدق لو انا دلوقتي تلات دلوقتي الكهربة موجودة لو تلات دلوقتي قلت حد تلع قالك الكهربة مش موجودة محدش هيصدقه البنزين يعني احنا احنا انا بقولك انا شخصيا يوم ما كنت راجع مبور سعيد وغيرها كنت بعاني مش لاقي بنزين يعني 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 ده الواقع اللي كان موجود في الشارع اه والراجل الراجل ما بيعينش حاجة غير انه بيجذب يعني يعني الراجل عمال بيحل كل مشاكله بالكذب والكذب ده يعني سمة صعبة لان اللي بيجذب يعني اللي بيجذب ده يقتل ويخون ويعمل اي حاجة لان الكذب يعني يعني حتى لما طلع مثلا في الخطاب بتاعه الشهير وبيحكي على ان مشكلة الكهربة في العشرين جنيه اللي بيقودها الرواد اللي مش عارف ايه العامل اه فتفهم انه ما فيش حل المشكلة يعني هنيجي السنة الجاية ما فيش حل لان خلاص احنا اختزلناها في كلامها بل ايه السكينة والكلام ده استهدافه الاسماء معينة حتى يعني 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 انا برضو فاكر ان انا في زي اليومين دول برضو من عشر سنين كده كتابت على الفيسبوك انه اكبر داعم لتمرد هو مرسي نفسه يعني كل ما بيتكلم او بياخد قرار الناس بتزداد غضب لانه اكبر داعم لتمرد هو اكبر داعم لتمرد فكانت عملية كانت ايام صعبة الاعلام زي بقولك لعب دور وانا اشعر ان في الفترة دي ممكن وبعدها بسنتين كمان كان في نوع من الامتنان من الشعب المصري كنا نشعر به في الشارع يعني ناس لما تقابلك عندهم نوع من الامتنان ان الاعلام لعب دور مهم مش قام بالثورة لعب دور في التعبير بشجاعة عن غضب المصريين صحيح وكان فيه استهداف كمان تحديدا لتلفزيون الدولة الرسمي وكان فيه تدخلات كتيرة جدا في حاجات كتيرة في التلفزيون المصري يعني انا اخر حيات ممكن اتخيلها ان صلاح ابن مقصود دا يمسك وزير اعلام صلاح ولا صحفي بارع ولا اي كادر بارع ولا يعني يعني وراج النقابي بس لكن يعني 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 ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة فما كنتش متخيل هما هي فكرة ودي برضو القصة ان الثورة خلت مصر المصريين هو كانت الاخوان هي مصر الاخوان يعني انا فاكر لا كانوا بيعملوا حاجات وكأن البلد بلدهم وكانهم قاعدين وده كلام اللي قالوه قاعدين خمسمائة سنة وقاعدين متين سنة بتجبر غير طبيعي يعني وبعدين انا بقولك انا كنت بغطي مجلس الشعب في الفترة ما قبل 2011 كنت عرف معظمهم يعني معظم الكباردين اتشايف ان اعرف لانه هما تغيروا حتى على المستوى يعني تغيروا تماما وبعدين حتى مثلا النواب اللي هما كانوا معاهم مستقلين هما بيلموا على النواب المستقلين بعد وهما قاعدوا مشوا مراحل اول ما واصلوا اول ما واصلوا اختلفوا مع كل الناس يعني لما راحوا فرمن توضيحكوا على النغبة الخيبة هو قالوا لهم احنا كويسين وبتاعوا بس اقفوا معنا وضد شفيق وبتاعوا الكلام اللي ها بلده والتانيين راحوا عايدوهم واول ما وصلوا باعوهم ده كانوا وعدين زي ما حضرتك قلت المدغطي بالاخوان عريان طبعا لان هما مالهمش عهد مالهمش عهد ولا ليه مالهم انا كاتب مرة مقال برضو في الايام الاخوان ادحك عدقون وانتولهم اما تفتكروا ان هما بيتحكوا على التغيرات المدنية بس حتى على الجماعة الاسلامية وحزب النور وكل الكلام ده الاخوان ديحكوا عليهم وعدوهم بمناصب معينة ما تدهلهمش وعدوهم في مجلس شورى ما تدهلهمش وعدوهم مش عارفة هما يعني 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 ودي سمة بعيدة المفروض تبقى سمة بعيدة عن الراجل المتدين يعني ان هو يوعد ويخلف عشان كده شفنا في الوقت ده انه كبار رموز الدولة التفت حوالين اهداف موحدة وهو تعديل المصار والتفت حوالين فريق اول عبدالفتاح السيسي انا ذاك شفت ازاي اجتماع بمؤسسات الدولة المختلفة او كبار الرموز وراء الفريق اول عبدالفتاح السيسي في البيان بس خلينا اقول ان ده من الاجتماعات اللي انا لما شفتها انبساطة جدا لانه في درجة من الاختيار والكفاءة في ادارة المشهد درجة يعني كبيرة جدا انت انت جايب كل رموز العمل وجايبهم وبتتناقش معهم ومش مكانش فيه وفقا لشباب تمرد مكانش فيه مش بيان راحين يصوتوا عليه لا ده مناقشات اصفرت عن هذا البيان وحتى تم دعوة سعد الكتابني في انا ذاك رئيس حزب العداء دعوة مرحش وكان فيه حزب النور عشان الناس ما تقولش انه هو كان ضد الاسلام كان فيه البابا توادرس كان فيه دكتور رحمد الطيب كان فيه رئيس المجلسة على القضاء كان فيه قيادات الكوات المسلحة كان فيه شباب تمرد كان فيه جابة الانقاذ ممثل لها دكتور برده فكل الاطياف موجودة وكل الناس اجمعت الاخوان يعني كانوا مش مصدقين ولا يعني مستعبطين ولا تفهمهمش يعني انت شايف كل دول وبرضه طالع تكذب وطالع تنكر يعني انا فاكر شفت لهم تصرحات قبل الثورة بأيام بسيطة فكان يقولك ان الثورة دي مش هتخرج خارج الشاشات خارج مدينة الانتاج الاعلامة يا سيد دي خارج يعني كان انا اخلي بالك الثورة دي كان يوم الحد يوم الجمعة كان في التحرير فيه اعداد كبيرة جدا ملايين تدل على ان يوم الحد هيبقى اكبر من كده انا فاكر الميدان اتملا احنا شايفين يمكن الميدان اتملا الميدان اتملا الظهر يوم الحد انا انا كاتب ساعتها باي باي مرسي يعني خلاص الدنيا الدنيا واضحة تماما وهم امتها صح اه لدرجة ان بعد اختابوا الاولاني كتابة على الفيسبوك برضو فاخشيناهم فهم لا يبصرون هم يعني مش شايفين او هم خلاص مرانين ووعدين بره بحاجات فمش ادامهم وخلينا نفتكر برضو وحراك بتكلم على الاعلامة الدولة الموضوع اللي عمل لوته الجاردين الجاردين واخدى حوار خاص من مرسي يوم 36 والحوار الخاص احنا كلنا فاهمين ما بيتخدش إلا لحد قريب منك يعني في موقف زي ده لانه ده سبق فضيع تاني يوم كتبوا على لسان مساعد رئيس جمهورية رفض ذكر اسمه وغالبا عصام الحداد ان الشعب ان الجيش لن يستطيع ان يتحرك لان الجيش مرتبط بامريكا وامريكا لا توافق على عزل المرسي كده حتى انا كتبت ساعتها مقال في معنى الخيانة العزبة ان ما كانش ده خيانة عزبة يعني بص هي رهانات بي اندهاروا بيها كمان هي دي رهاناتهم هي دي رهاناتهم ان الجيش بيش هتحرك لان امريكا مسعدهم فدول ولا درسوا جيش هم يعني ليسوا من النسيج المصري يعني يعني عشان كده ما تألفوش مع المصريين ما هويت هم طول الوقت كده تحس انهم لوحدهم فعلا فهم بس يتحكوا على المصريين لكن من ده ما جوش فيهم يعني ازاي الجيش يعني الجيش يسمع كلام امريكا ويش يسمع كلام الشعب طب يعني طب ايضا ازاي يعني في منطق يقول كده طيب ازاي اثبتت هذه الثورة قدرة الشعب المصري على تقديم مصري طبعا بعد التفاف الشعب حول القيادة الموجودة في هذا التوقيت قدرة الشعب المصري على اعادة مصري الى مكانتها العربية كقائد عربي وكقائد اقليمي وكقائد ايضا افريقي ويتم التنسيق معها دائما في الاحداث المتعلقة بقضايا المنطقة مع الاطراف الدولية بس خلي بالك الموضوع العزلة الدولية دي خدت ممكن سنة او اكثر انا فاكر ان مثلا الرئيس عفتاح السيسي في اول سنة لما راح نيرك في الاول المتحدة كان بيدفع عن الثورة المصرية وعن الموقف المصريين وان حق المصريين احنا عدنا ده سنة او سنتين لكن بعدها اللي حصل ان كلمة الرئيس لو حد يعمل تحليل مضمون برضو في اليوئنة او في الامة المتحدة كان اكتشف ان هو خلاص ما بناشر نتكلم عن الوضع في مصر مصر بقى بتتكلم عن الوضع في سوريا الوضع في اليمن ملكة ليبيا يعني 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 وضح مصور بقى لينا دور ولينا تأثير وكاننا دايما انا اتذكر اني مثلا الخليج كان مع فكرة الحل العسكري في سوريا ومصر كانت من بدري الرئيس السيسي من بدري كان يتحدث عن الحل السياسي ويتحدث عن الاراضة الشعبية وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدور احنا عدى سنين الرئيس السيسي بتكلم في الموضوع ده من بدري عدى سنين ودلوقتي كل الناس بتتكلم عن الحل السياسي محدش خلاص الحل العسكري ده تخيل بقى لو كان الحل العسكري ده اتنفس سعيد كان زمان سوريا برضو يعني وضعها أمنيا يعني أسوأ من الوضع الحالي اللي موجود فأنا لسه برضو راجع من العراق يعني الوضع برضو يعني اه فيه تحسن وفيه لكن الوضع صعب الناس لو تشوف البلاد ده بعض الناس يقولك انت كل شوها تقعدوا تقولوا سوريا والعراق يا سيدي مش نمازك موجودة صحيح مش نمازك كانت بتحلم مش نمازك كانت بتحلم والناس بقولهم الوهم ان هو ده التغيير وهو ده الارادة وهو ده يعني هل هم وصلوا لللي هم عايزينه هل وصلوا للهدف اللي كانت الناس بتبعها لهم موصلوش ما ده برضو اللي كان بيتقال بيتقال في يناير وبعد يناير ان انتو خلي بالكو انتو يعني ما يشل الاخوان باعوا وهم النهضة للناس فهم متخصصين في بيع الوهم يعني لكن ما حصلش حاجة ما في حاجات كماعة على الارض بتتشاف يعني واحد عايزة يديني مشروع نهضة ومش عافي حلي مشكلة الكعربة مش عافي حلي مشكلة البنزين فيش مشكلة تصدى لها وحلها وكل أمور ومؤامرات وخزعبلات وما فيش حاجة ممسوكة حضرتك يعني يمكن تقدمت بمقترح يلزم بعدم التعامل مع الاخوان تقدمت بمقترح ده في الحوار الوطني هل أصلا يعني هما بيفكروا تقوم لهم قومة مرة تانية هما شايفين انه ممكن يحصل ده مرة تانية بس ان اخوان مش هيبطلوا لان هما كمان عندهم تمويل دولي وعندهم أجنتة دولية فهمش هيبطلوا ما بقاش عندهم حاجة كمان يرهنوا عليها فهمش هيبطلوا فهم الفرصة التاريخية اللي جات لهم لما دعاهم الفريق أول وقتها في التحسيس لحضور الاجتماعات وما حضروش وما جوش وبعد كياه بدأوا الارهاب موجة الارهاب اللي احنا عارفين فما بقاش عندهم حاجة يخافوا عليها لكن هما كل هدفهم دلوقتي ان هما دمروا البلد احنا شفناهم أيام الكورونا كان بيضعوا الناس يقولونوا منزلوا يعني 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 يعدوا الناس امشوا وسط الناس وبيضوا الناس يعني ناس فقدوا انسنيتهم حتى يعني يوم فقدوا اخلاقهم وفقدوا حاجات كتير لكن فالإخوان مش هيبطلوا وبالتالي يوم طول الوقت عملين يعني مؤامرات وإشاعات وعبس وبيحاولوا يتواصلوا مع القوى السياسية في مصر فلازم كان الكوى السياسية تنتبه الإخوان يا جماعة مش فصيل سياسي مرفوض الإخوان فصيل إرهابي لازم تتعامل معها على هذا النهج متعودش ما تقولي أنا بتواصل معها انت بتواصل مع إرهابيين يعني بتواصل مع إرهابيين هل انت مش نزلت في تلاتين يونيا مش كل الكوى السياسية دي نزلت في تلاتين يونيا عشان ترفض الإخوان وبعد تلاتين يونيا بقى الحاجات اللي حصل طيب انت اللوقتي بترجع ليه تاني بترجع ليه تاني صحيح وبعدين يرجع الناس الشباب يتواصلوا يتقبض عليهم بتهمة التواصل مع تنظيم محزور يرجع نقولك عايزين عفو أنهوة بقى في الدوامة دي لإمتى ثم خلاص يا جماعة نعمل مساك شرف أنه ما فيش تواصل مع الإخوان هو الإخوان أو حد لسه دلوقتي بيتكلم على أن الإخوان فصيل سياسي معارض لا الإخوان فصيل إرهابي خائن عايز تبقى معايا يا سيدي خلاص بقى معايا بقى تحمل ما تجيش بقى كل شوية نقعد نعيد ونزيد نعيد ونزيد فنفسي حتى الحوار الوطن يدرس هذا الأمر أنهي بقى فيه توافق حواليه أنهي ما فيش تواصل مع الإخوان لما يجي بقى حد يتواصل مع الإخوان ويتحبس بقى يقول لنا مش هنعيش حياتنا كلها نعمل عفو ده ملف الحمد لله مشي واللجنة مشي وناس كتيرة طلعت والحمد لله لكن أعتقد كمان يا دكتور محمد بس مش نعيش حياتنا كلها كده في حالة كبيرة من الوعي دلوقتي عند الناس ودي زهرة بكل تأكيد لأنهم خلاص لفضوا هذه الجماعة من اللي شافوه خلال هذا العام لأنه كان عام صعب جدا على كل الناس دلوقتي حالة الوعي اللي موجودة على الناس حالك شايفها ازاي وأهميتها وسؤال مهم جدا ماذا لو لم تنجح هذه الثورة لو لم تنجح هذه الثورة كان زمان أكلينها في السجون كان زمان مصر دلوقتي رجعت لعصر اللمبا الجاز حتى ما أعتقدش الكشفات كان زمان القرار بيطلع من دول تانية ما بيطلعش من مصر يعني الاستقنال مصر هذا كان هيبقى وهم كان القرار بيطلع من دول تانية وإحنا موضوع ده عندنا حساس جدا السيدات نشوفهم عاديين في البيوت آه بقى وأي حد يتكلم بقى يعني كم من الناس اللي كان بتفكر تهاجر في الوقت ده كان كبير جدا وخاصة الإخوة الأجباط والمسلمين أيضا لأن كان ما فيش ما كانش فيه حريات ما كانش هيبقى فيه تنمية ما بيعتمدوش على الكفاءة بيختاره اللي هو تابع الجماعة ما بيعتمدش على الكفاءة ما فيش ما شفناش كفاءة نادرة منهم في أي مجال آه وكان زماننا عمالين بقى نسمع خطابات الدجل والشعوزة والحق المؤامرة والحق الواد اللي قفل السكينة والحق العشرين جنيه والحق التمانين جنيه والحق مش عارفين يعني كلام كلام يعني من ضمن الحاجات اللي كانت تصير هذا الفصيل الفصيل يعني والله غريب جدا الفصيل ده اللي كان قبل يناير كانوا يتحدثوا على إن الرئيس مبارك هو قبل كل المصريين ودي تصرحات رسمية موجودة وكانوا ما بينزلوش ضد في الدواير اللي فيها قيادات النظام يعني مثلا دكتور سرور مثلا ما كانوش بينزلوا يعني ضدهم في الانتخابات فييجوا بعد الانتخابات أنا شفت حوار لمرسي مع مدى ديب تقريبا في سي بي سي فبيجيب له صورة مبارك قال له إلى مسبلة التاريخ يا عم انت جايب الشجاعة دي من اين يعني انت مكنش تاريخة معروف قبلها بكم شهر ما كنتش بتقول كده الاخوان ما نزلوش صورة 11 يوم تبانيه عشرين وانا قابلت واحد إخواني شاب إخواني يوميها في شرع الأصري العيني بالليل سألت وانتو نزلتو قال نحنا عندنا تعليمات ننزل فرادة ما ننزلش بتاع وما نرفعش شعرات ديني وننزل فرادة اللي عايز ينزل ينزل لكن ما ننزلش بتوجه مستنيين نشوف الديني رايحة فيهم حتى 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 الدكتور سعد الديني برايب كنت عملت مرة مع أحوار فكان بيقول الأمريكان كانوا بيتابعوا من ضمنه وتبعيتهم إن الشعرات بتاعت الصورة شعرات دينية وشعرات فيها ضد إسرائيل ولا ضد ايه ولا بتاع كانوا عايزين يعملوا الأمريكان يعملوا تحليل للشعرات فتحس إن الأمور يعني ايه كان فيها توافق دكتور محمود أنا قبل ما نختم حلقتنا النهاردة عايزة أسألك سؤال سريع جدا جدا بعد عشر سنين لو هتلخص اليوم ده البنت حضرتك هتقول لها ايه قال لها مصر فائت مصر انتصرت مصر الشعب المصري شعب عظيم ده من يعني من أجمل الأيام على الشعب المصري ولو ما كانش اليوم ده يعني الله أعلم يعني والحمد لله إن هم كانوا صغرين بس نزلوا يعني فشافوا اليوم ده الحمد لله الحمد لله كانت يمصاب طبعا يمصاب أمرين بيها يم 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 والله يعني مجرد إن أنا بس وأنا جاي كده ومعتاصب كان بيأكد عليها والواحد عمال يفتكر الزكريات فالواحد بينتعش يعني بتحس إن فيه واجبة وطنية فيه دفعة شحنة وطنية كبيرة لمجرد إن واحد بيفتكر الزكريات حتى بما فيها مساوئها من الخارج نحن مكناش عارفين يعيش نحن البلد ما فيش أنا مرة رحت ناحية ساميرا ميس كده الدنيا ظلمة وصودة والتقريبا كنت رايح زور واحد صاحب تقريبا كان هو الوحيد اللي نزل في الفضو يعني يعني ف نشكرك كاتب الصحفي دكتور محمد مسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن ورئيس لجنة التقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ شكرا لوجود حضرتك معنا أستاذ كبير وجودك يعني أكيد زودنا معرفة بحاجات كثيرة أو يفتكرنا مع حضرتك أحداث هذا اليوم العظيم اللي مصر تخلصت فيه من هذه الجماعة الإرهابية شكرا لك مرحب شكرا لك يا دكتور شكرا جزيلا شكرا لك